أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تحركاً كبيراً من الدولة وذلك لتيسير الخدمات للمواطنين جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء من مجمع السويس الطبي عقب تفقده عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة حيث أكد مدبولي سعي الدولة لتطوير عدد من المناطق السكنية التي حدث لها تهالك شديد منذ عقوده مدينة سويس تحديداً طبعاً المدينة معروفة بتاريخها والمدينة بتتميز بموضوع المدن السكنية اللي هي أنشأتها الدولة بعد حرب 73 ويمكن بعضها كمان قبل 73 ومشكلة هذه المناطق بمنتال أمانة أن لم تمسها يد التطوير منذ إنشأها ففي بعضها كان بقاله 40 سنة وبعضها يمكن أكتر من كده ونتيجة كده طبعاً حصل مع التطور اللي بيحصل وزيادة عدد السكان كان تهالك شديد جداً للبنية الأساسية وشبكة الشوارع وحتى العمرات السكنية نفسها فإحنا يمكن كان فيه 35 مدينة سكنية سيد المحافظ لما عرض على فخامة الرئيس وطلب إن يتعامل لها تطوير الحقيقة كان توجيه فخامة الرئيس للحكومة إن إحنا نبدأ تطوير هذه المناطق بصورة فورية يعني بهدف طبعاً تحسين جودة الحياة لكل أهلين اللي عايشين فيها أو اللي بيقتنوا هذه المناطق ترجمة نانسي قنقر